قال وزير المالية الروسي أنطانو سيلونافنا روسيا ومنظمة أبقة تقرران زيادة الإنتاج من أجل الحصول على حصة في السوق مع الولايات المتحدة ولكن هذا سيجعل أسعار النفط تنخفض لنحو 40 دولارا للبرميل وأوضح وزير المالية الروسي أنه تم التخلي عن الاتفاق ستنخفض أسعار النفط وستتراجع بعد ذلك للاستثمارات الجديدة وسيكون الإنتاج الأمريكي أقل لأن تكلفة إنتاج النفط الصخري أكبر من الإنتاج التقليدي وقال سيلونافنا أسعار النفط قد تهبط إلى 40 دولارا للبرميل بل وأقل من ذلك لفترة تصل إلى عام مضيفا بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الاتفاق وأنه لا يعرف ما إذا كانت دول أوبك ستكون سعيدة بهذا السيناريو